وصلني واحد المساج من واحد الأخ لأنه وعد تزواج ب واحد البنت اللي هي ماشي بنت ولكن موعدة بالزواج وقال لي يا أخويا واش نتزوج بها السيدة ولا لا أنا دا بطرح عليها السؤال لأنه أنا ممكن نجاوب جوابه على السؤال لأنه كان واحد إنسان واحد النوع يقول لك أنا خاص نتزوج بواحدة تكون بنت ما حقه ممكن وشانا غدخل بحياته ولا في قناعاته كان واحد إنسان آخر عنده هاني أنه يتزوج بواحدة وخمي شي بنت ولا فيتلاها الزواج ولا فيتلاها كل واحد وعنده القناعات الشخصية لما يمكن تشي واحد أنه يدخلي في القناعات دياله ولكن هات السيدة هذا نشرح ليه لكا دياله بقا سيفت لي اوديوه واش بدك يشرح ليه لكا دياله لكا دياله أنه تعرف على هات السيدة هذه وحبها ما يكونوا واقعين حبها من قلبه لقاها معها لقاها كش بغيه وبالزاف للأمور قال لي أنا لا يمكن لها قال لي أنا وعدتها قال لي اغرونها يدخل في واحد السراع داخلي مع رأسك يمكن أن يقول ما أنا سوف نتزوج بها و سوف نسترها و سوف نستر واحدة من جهة أخرى واحد هو اللي دار معها يعني بدك أخونا ما مرصيش علما أنه سافر يعطى الوعد لأن الوعد فشك التعطى رأسك 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 كما نقوله لا يمكن أن يتراجع على هذه الساعة لكن الكارمة الإلهية كما نقوله لأن الحواج لو وعدت إنسان بشيء يجب أن تراجع لأن هذا الإنسان لا يبقى باقي لذلك الساعة الله يعاونه أما الوعد هذا الوعد و الوعد الزواج هو أحد الوعد الذي صعب هو الصح الذي يخالف ذلك الوعد ربي رأسك يرونه في حياته لا يكونوا واقعي فهو أخي أولا نناقش معك هذه المسألة ليس بنت نناقشها بطريقة براغماتيكية وعلمية وأي حاجة أنت بأخي نغم المون القادية للبنت لا تكون بنت تخليفها كثيرا تخليفها كثيرا الأمر الرقم واحد هو أن يقول أن ماذا نأخذ أحد كانت معه أخر يعني حتى هذه الإنسانة فهمت ليس أنا أول أحد في حياته كان أحد أخر سوف تكون هذه الإنسانة لا تفكر الأولاني سأخبر معكم أخبرت الواقع ما كان و 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 أخبرت ما كان و ما كان و ما كان البنات كان 2000 90% و هؤلاء إنتبه الأمر وكذلك 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 تفكر دائماً معامل حسات تقول لك بحلقة معامل حسات تدوز الإحساس لا يوجد أنه سافرة كما تقول سافرة سوف تفكر دائماً لا تفكر إحساس روحاني تفكر إنه سافرة إذا لم يكن تفكر سوف تشعر سوف تشعر سوف تشعر سوف تشعر ولكن إذا لم يكن تفكر هنا هنا إذا لم يكن تفكر سوف تنسى الإنسان سوف تنسى الوقت إذا جاء شخص يخرج ولكن بالصح على حسب الأغلبية الذين يناقشوا في هذا المواضع ليس أنا لقد هضرتهم هؤلاء إذا جاء شخص يخرج وحسات معه وكذلك أنا أريد أن يكون أحد أخبر هذا البنت كان لديه إنسان مهم لم يكن تبقى بنت لكن الإنسان الذي كان يغيره يموت عليه هو الذي كان الأول في حياته في هذا الصعيد في هذا الجانب هو الأول في حياته هي لم يكن تبقى بنت يعني أنه هو الأول يعني أنه إذا لم يكن هذا البلان مع شيء واحد يعني إلى حسب نقوله نحن الورق نحن كان يقوله لا أتكون وقعين لا أريد أن يريد أن يتفرق عنه لأنه وإن لو أريد أن تفرق أنه لم يكن أتفرق جدا أن أعرف ولم يكن أعرف شخصين ما كان بالإطار العamily كانت متعب فأنا لا أريد أن تصغير يريد أن تفرق أنه يريد أن تبقى سيد يريد أن تتعب يريد أن يقول تقولون لهم تقولون أنك لا أصدقا لا أصدقا لا أصدقا كان هذا الول هناك شيء لأنك مستعد هناك ليس منتدل المشارفة لأنه ونصدقا لذلك المشارفة هناك أنا لدي أيضا كيف حالة؟ كيف حالة؟ أنا كانت لدي حالة 21 أو 22 عام كيف حالة؟ مشكلة وكيف حالتنا في المجتمع المغربي وعندما نضربوا الشمس بالغربة لم تكن علينا بدأت نبحث في الموضوع ونقلب ونقول عرفنا أن البنت التي تخلعها الأول هو التي لم تنسيها كيف حالة؟ بعد ذلك كانت كبيرة كيف حالة؟ كانت لديها مع أبناء ومع أحدين ونبس لبلان ونجدها ونجدها مغربي ونجدها 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 وكانت لديه والده ونجده ونجدها 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 ثم عندما نجد ورغبها وانسيدي ونجدها 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 فهو يمكن أن تصبح الأول في حياتك وقال لي كده 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 الأخر الثاني الذي كان يريده لا تسوق يبقى معها أخوانا عدمت قلب التسل الوليدات هذا هو هذا الذي خطرتك عليه وهذا البنت أريد أن تستطعت عليه وماتت عليه أكثر من الأول الأول الذي يريده هو الأول يعني نحن نحن في البلاني يقول لك أصحاب الفاتحة لا تنسى أولاً أولاً أنا فعلتها وهذا كبير وصحابنا هذا الصعيد لأننا لم نحن نعيش في المثال في الثمانيين لن نجد هذه الأشياء لكن أشجع العلاقات داخل إطار التزواج التزواج سالينة لا أشجع هذا التزواج لأنه يجب غير المشاكل والذي يجب في طريق غير طريق لا يجب أن يكونوا واقعين غير أنا أذكر هذا الموضوع هذا الشيء لأنه السيدة موعدة السيدة بالزواج يأتي بواليدي يعني رأس من السيدة السيدة لا تريد أن تزوجها بسبب هذه الفكرة أنا لا يمكن أن أقول له لا يمكن أن أقنعه أنا أضبر رأسه بغير تزوج بها غير هو بش يفهم الناس أنه رأي كما نقول الجلده الجلده رأي تترقع الجلده رأي تصوب وأنتم غريش عرفها وما كانت وما كانت ونسيدي نقوله هسيدي باقي عند المسائل وما ذلك وما أنت عرفها وما كانت كدير شي حوائش خرين أبار وما كانت كدير شي حوائش خرين أنت ما عاربش هذه حداتها صعيبة بزاف هسيدي حافية يحصل على هذا النوع ولكن ما تعلقب أبار يترقب أبار سؤال ما تعرفه ما تعرفه هسيدي لم يتعرف لكن ما تعرفه كانت كدير لا تكون أجل أسرع من الناس لا أن تدخلوا في الحيات و Gillian صعين وقد عرفتنا صعين وكان صعين صعين لا يوجد أحد في الدار ولكن بقى السيدة وكان يستطيع كل شيء وتزوجت السيدة من المرأة السيدة وعشت معها في الدار واحدة وتزوجت وتزوجت هذه السيدة ليس سهلة لها ولكن أخونا لم أعرف عشت مع أخونا لم أعرف عشت مع الأمور لا تكون هذا الحياة هي هذه لا تكون هذه الأمور لن تجعلها هذه الأمور لن تجد ربك أحد أحد المرقعة لذلك العملية لن تتعقبها لا تقبعها لا تقبعها لكن يكونوا واقعين أي أهم جيدة تتعلم مع أبن لا تتعلم وعشتنا نادرة لأنه سيكون لا تتعلم بلد الناس لا تتعلم بلد الناس لا تتعلم بلد الناس لا تتعلم بلد الناس لا تحقق بلد الناس لذلك كانت هذه المسائل كانت ناقصة ماذا؟ قضية خرجت على السيطرة كما نقوله إلا أعطي شيء الوعد بالزواج تحفي مع مكتب ختالف تكشير عالي سبقوة شطيوه وبنزربوش بشطيو الوعد بالزواج هذا هو النصيح اللي أعطيها لكم فهذا الشي اللي كان نتمنى الفيديو كوني أجابكم لا ننسوا شاركونا بارتاجي وشطيونا الأعراء ديائكم